بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم طلابنا حبايبنا جيل 2007 الله يعطيكو ألف عافية وها قد سنبدأ بحصة التأسيس الأقوى على مستوى المملكة الحصة رقم 2 حبايب احنا على الوعي زي ما اتفقنا المطلوب منك انك تلخص كل حصة التأسيس وتنزلها على جروب وتت بتلاقي رابط لجروب تحت في صندوق الوصف وكل ما تحتاجه من وسائل تواصل اجتماعي إلي أنا شخصيا من جروبات واتساب من تيليجرام من فيسبوك انستغرام كله موجود في صندوق الوصف تحت ولازم تكون موجود في كل هاي المواقع تمام المطلوب منك زي ما قلنا كل حصة التأسيس تلخصها وتنزلها على جروب وتت وان شاء الله هنعمل سحب في النهاية ونربح بطاقة أو باكتش كامل الفصل الأول دوسية وبطاقة والآخرة بحيث انك هيتكون الفصل الأول خلاص يعني ندبر إليك إن شاء الله إنه مجرا فإن شاء الله أنك أنت تكون من أحد هذول الرابعين لخص ونزل على الجروب مش طالب منك ولا إيش بس خلي خطك مرتب ويعني اتعب في التلخيص تكتكو يعني بتستاهل البطاقة لأنها لنهاية الفصل يعني بتستاهل الدوسية طيب بسم الله حبيب اليوم إن شاء الله هنحكي عن مواضيع كلنا بنعرفها لكن أنا جاي زي ما تحكي أرجع أعمل ريفريش عندك في الذاكرة لأنه هاي المواضيع إحنا بنحتاجها في مادة التوجيه رح نحكي اليوم حبايب عن موضوع أول واحد جدا تافه اللي هو سحب العامل المشترك حلو؟ حلو هذا أول واحد أوكي ثاني واحد رح نحكي عن تحليل فرق مربعين تمام؟ أنا عم بفرجيك كل موضوع إيش رح نحكي يعني كل موضوع لحال رح نحكي كمان حبايب عن عبارة ثلاثية الحدود تمام؟ وبحب بصراحة يعني حصتنا هتكون يا أخوان عفوية جدا أنا قاعد بس بحكي لك أنا شو بعرف وإنت إيش؟ اتلقى مني هاي المعلومات موضوع مش إنه يلا وكتب وكذا وخطط لا 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 الموضوع أبسط من إنه يعني نقعد من تفاهمين؟ نقعد نكتب تعريفه إحنا مش حصة الجغرافيا إحنا جاي أفهمك أنا شو بعرف عن هذا الكلام رح نأخذ كمان حبايبي اللي هو تحليل فرق مجموع فرق ومجموع مربعين مكعبين عفوين ورح نأخذ درجات علية من العبارات من كثيرات الحدود زي ثالثة فما فوق وهي حبايب سواء يعني هاي كلها رح نعامل فيها مع معادلات أو اقترانات كثيرات حدود تمام؟ اقتران كثير الحدود حنراجع إحنا بس هلأ يعني أنت مش كثير كثير بحاجة أنك يعني يعني إذا أنا أنا بعرف أنا كلكم كلكم بتعرفوا لما تشوف اقتران تعرف أنه هذا كثير حدود بكل بساطة هي عبارة عن حدود حبايب إكس عليها قوة وهاي القوة لازم تكون عدد صحيح ياش وموجب ما بزبط عدد سالب ما بزبط كسر وهاي جنب الإكس اللي عليها قوة فيه معاملات تمام؟ ممكن تكون مضروبة برقم وممكن تكون مضروبة بواحد إلى آخره وكمان هذا كثير الحدود يصنف على أكبر درجة فيه يعني إذا كان مثلا أكبر درجة في المعادلة التربيعية أنا قاد أم بعطيك زبدة الزبدة حنرجع نذكر فيه هذا كمان شوي أعلى أعلى درجة في المعادلة هي اللي بسمي الإقترانها يعني مثلا أعلى درجة في المعادلة التربيع اثنين فأقولها هي معادلة تربيعية أعلى درجة تكعيب هاي معادلة تكعيبية أعلى درجة قوة أربعة بدورها أعلى درجة وبسمي المعادلة فأقولوا هاي معادلة من الدرجة الرابعة تمام؟ أكثر من هيك الآن ما بدي تعرف إن شاء الله حنرجع نعمل ريفرش عليها أول شغلة سحب العامل المشترك يا جماعة الخير بالله عليكم سحب العامل المشترك واحد أول شغلة بدي تعرف لي عن سحب العامل المشترك يا صحابي هي أنها أن عملية سحب العامل المشترك هي عملية قسمة يعني لما أقول اسحب فلان عامل مشترك يعني اقسم على فلان اسحب X عامل مشترك يعني بقول اقسم على X اسحب فخري عامل مشترك يعني بقول اقسم على فخري في المعادلة اسحب بطيخ عامل مشترك بقسم على بطيخ فهمتوا عليك؟ فهي تعامل معاملة القسمة هلأ إحنا التارجت الرئيس اللي رح نشتغل عليها إنه إحنا دائما نسحب شيء حلو؟ موجود في كل الحدود يعني أنا دائماً أمدي أسحب إشي اسمه عامل مشترك شان عامل مشترك؟ يعني بكون في عندي صفطة حدود هاي حد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة وبينهم زائد أو ناقص أو إلى آخره بينهم أي إشي تمام؟ فكرة سحب العامل المشترك يا أصحابي إنك أنت بيكون إشي موجود في كل الحدود هنا وهنا 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 إنت كل اللي عليك إنك تسحبوا منهم كلهم وعملية السحب هاي كأنها عملية إيش؟ عملية قسم مبارك الله فيك فإحنا بنسحب إشي موجود في كل الحدود طب أستاذ هنا السؤال هل أنا بقدر أسحب إشي مش موجود في كل الحدود؟ يعني إشي إنت علمت إنه نسحب إشي موجود في كل طب بقدر أسحب إشي موجود في حدين؟ آه هذا يا جماعة إنك تسحب إشي مش في كل الحدود وكذا هاي جزء لحالة بيسموها لعبة تحايل هاي إيش لحالة بس ما تقلقش يا ساحب عامل مشترك عادة طيب هلأ ساحب شيء بوجود في كل الحدود عادة إحنا رح نسحب الأس الأصغر يعني بيكون عندي لعبة أسس مجموعة إكسات عليها قوة بسحب الإكس ذو القوة الأصغر هذا المشترك فيهم جميعهم تمام؟ ممكن يكون رقم ممكن يكون رقم مشترك رقم موجود في جميع الحدود عدد رقم أو عدد مشترك والشرط متغير يعني طيب خلينا نشوف كيف هو الموضوع جدا بسيط يا جماعة تعال علي طلع لو إجيت على هذا اللوح قلت لك هذا اللوح بدت تسحب لي عامل مشترك بالثلاث أمثلة هذول أنت بتيجي بتدور يا عزيز الطالب على شيء مشترك موجود في كل الحدود يعني المعادلة هاي كم حد؟ هاي حد؟ هاي حدين؟ هاي ثلاث بدور على شيء موجود فيهم الثلاث فلو أجي أسعى الحالي هل الإكس موجودة في كل الحدود؟ بتقول لي لا بس موجودة هون هون إكس تربيه هون مفيش لا إكس ولا إكس تربيه إذن لا طيب إذن بلغي فكرة أني أسحب متغير اللي هو إكس مش هتزبط بس بقدر يعني بقدر أنا أسحب إكس بس شو الفكرة؟ قلت لك سحب عملية قسمة فبتصير هاي ستة وهاي اتناعش إكس يعني قسمة يعني ستة إكس على إكس بقسمها على إكس هاي بقسمها إكس وهاي بقسمها إكس بسر 24 على إكس بس أنا ما بديك أنا بدي أسحب إشي بطريقة ما يعني ما تأثر بالمنظر أكثر وإنت لما تسحب إكس وهم بسر 24 على إكس فهمت علي؟ لا طب هل الستة بس ألحالي طب الستة أستاذ أو عدد هل في عدد موجود بالثلاث حدود؟ أوه أستاذ إذا بتركز بتلاقي إنه هون في عندك الستة بتلاقي هون في عندك اتناعش طب ما اتناعش يا صحابي عبارة عن ستة ضربت دين يعني فيه ستة جواتها فهمتوا علي؟ أوه والأربعة وعشرين طب ما هي ستة ضرب أربعة يا صحابي آه معناته ستة بدي أسحب ستة عامل مشترك فبحط ستة براء وبفتح قوس وأعامل المنظوع معاملة القسمة يعني بقول أنا سحبت ستة من هون بقسم ستة إكس على اللي سحبته على ستة بظل إكس ناقص إطناعش إكس تربيع أخذت ستة يعني بقسمها على ستة إطناعش إكس تربيع على ستة اتنين إكس تربيع طب هون أربعة وعشرين على ستة قسمة هي أربعة يعطيك الآفاء أنت إكس حابت عامل مشترك خلص بس آه والله طيب تعال لي هون الخمسة مثلا لو أجد طلع هل في رقم مشترك؟ لا أستاذ الخمسة موجودة بس بالحد الثالث ومش موجودة لهون ولا هون ولا موجود مضاعفاتها مثلا خمسة خمسة عشر خمسة عشر ما فيه هون موجود 12 و24 والستة بتكون محشة جواتهم بس هون لا طيب إذن عيني عن المتغير مين المتغير؟ اللي مشترك وموجود في الثلاثة حدود بدور إيش قلنا؟ نبحث عن أصغر قص نبحث عن أصغر قص اعمل لي سكرينشوت لهذه الشاشة أو اسمه أنا بفضل بفضل لما أخلص الحصة كل إشي عبي كل ملاعظاتي بترجع أنت بالفيديو لحد آخر لوح عبيت فيكو الملاعظات بتعمله سكرينشوت تمام؟ هو كله مكتوب بدوسيد التأسيس المجانية لكن أنا قلتلكم أنا بديك تحرك إيدك من البداية بديك صح ولا بين عمه؟ لا بدي صح اكتب معاي من البداية فأنا بسحب الأس إيش؟ الأس الأصغر فلو أرجع هون يا صحابي شو بألاقي؟ إيش الأس الأصغر هون؟ تقول لي والله أستاذ الأس الأصغر هو إكس أصغر واحد هذا إكس قوة واحد هذا إكس تكييب هذا تربية مين أصغر واحد إكس؟ إذن هو البقدر أسحب وأسحب إكس يلا عاملها معاملة قسمة إكس تربيع على إكس عند القسمة طرح الأسس بظل إكس أنت مولود مبارح ولا؟ تعال زائد إكس تكييب على إكس إكس تربيع زائد خمسة إكس على إكس بظل مين؟ بظل الخمسة هاي أنا أعملت سحب إيش؟ سحب عامل مشترك طبعا ما تقلقوا فيه واجب في نهاية الحز طب سؤال لو إجيت على هاي واجب أتطلع نتطلع على الأعداد الخمسة هل الخمسة موجودة في كل الحدود؟ لا الخمسة موجودة هون وهون موجودة في حدين فقط حلو إذن الخمسة مش خيار طب هل الإكس أصغر عصة اللي هو الإكس موجود في كل الحدود؟ بتقول لي لا هو موجود بس هون وهون وهون بس آخر حد مش موجود في إكس آه طب شو الحل؟ بقول لك هنا في لعبة اسمها التحايل كيف يعني التحايل؟ طلع هاي بدي أشرح لكون شو يعني؟ تحايل أو تلاعو طلع سهلي 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 أستاذ أنا ما بقدر أوصل لحل إنه أسحب إكس من كل الحدود أو أسحب الخمسة من كل الحدود بس بقدر أوصل لحل وسط كيف يعني حل وسط؟ يعني بدي أمسك أول حدين مع بعض وبدي أمسك ثاني آخر حدين مع بعض طبعا مش شر دائما أول حدين سوى وآخر حدين سوى ممكن الحدين اللي بن نص مع بعض والأول والأخير مع بعض المهم أخذ حدين لحال مع حدين لحال لأنه إحنا عنا هون إيش؟ أربع حدود فأول شغل بدي أعملها كل حدين مع بعض طيب فاخترت أني أخذ هذول اثنين مع بعض يعني كأنهم هيك خلص بشوفهم لحالهم إكس تكعيب زائد خمسة إكس تربيق هذول عيني عليهم لحالهم تمام؟ والباقي الباقي عيني عليهم لحالهم اليوم ناقص إكس ناقص خمس تمام؟ طلع طلع اللعبة محلقة لو إجيت يا صحابي طلعت على أول حدين لحالهم فيهم عامل مشترك؟ نعم في عندي عامل مشترك طلع 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 عامل مشترك من أول حدين هذول اللي باللون الأصفر مين هو؟ طلع الإكس تربيق الإكس تربيق موجودة في الحدين إذن بسحبها طب أستاذ ما بقدر أسحبها بس من هذول الثنين وباجي على الحدين الثانيات شو العامل المشترك؟ في عامل مشترك؟ آه أستاذ أنت بتخوّر يا رجل ركز عامل مشتركونه مين؟ السالب يا رجل السالب طب ما هو سالب واحد مع عدد فاططلع يا صديقي لما أسحب من هون إكس تربيق شو بيصير؟ طلع 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 بحطها إكس تربيق وبفتح قوس بس لهذول لحالهم وهون بسحب السالب وبفتح قوس بس لهذول لحالهم يا السلام يا السلام طلع 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 هون سحب إكس تربيق شو ظل إقسم؟ إكس تكيب على إكس تربيق بيظل إكس خمسة إكس تربيق على إكس تربيق بيظل خمسة حلو طب هون لما أسحب السالب عامل مشترك أو السالب واحد يعني فبحكي سالب إكس على سالب واحد إكس موجب إكس وسالب خمسة على سالب واحد موجب خمسة شو بتلاحظ؟ شو بتلاحظ؟ والله يا أستاذ الكريم أنا بلاحظ إنه صار في عندي حد مشترك بس طلع معاي بطريقة التحايل أو التلاعب اللي هو مين X زائد 5 طلعوا أصبح X زائد 5 عامل مشترك ثالث عامل مشترك في الحدين يعني بقدر أسحب X زائد 5 منهم كلهم آه 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 طلع 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 هاي بره X زائد 5 سحبته بره حلو شو بيظل جوه حدين هاي الحد الأول هذا كله وهي بينهم طرح وهي الحد الثاني نيجون X تربيع في X زائد 5 أخذت منه X زائد 5 شو بده يظل؟ بيظل X تربيع الناقص بتنزل X زائد 5 أخذتها يعني X زائد 5 على X زائد 5 شو بده يظل؟ بيظل 1 خلاص X زائد 5 على نفسه 1 أي شيء على نفسه 1 يعطيك ألف آفة إذن هيك أبسط شكل أنت طبعا هاي بتكون هاي بتكون هسه فرق مربعين X تربيع نقصوها ده لا هنأخذ موضوع الفرق مربعين فهيك حبائب أنتوا بتكونوا آآ آآ بس هذا كبير وسحب العام المشترك يا إما بتسحب عام المشترك إشي موجود في جميع الحدود زي أنه عدد أو متغير إذا متغير عادة بيكون أصغر أس لأنه ممكن أنا أتحايل يعني يا أنا بسحب أصغر رقم أو أصغر أس أو إيش أو بعمل تحايل وتلاعب زي ما أنا علمتكم إيش هون هذا كبير وعام للمشترك أكتر من إيك مافي تمام طب أستاذ سؤالي هو بشكل عام أستطيع عشان أنت تكون بالصورة أستطيع سحب أي شيء كعام المشترك ليه؟ لأنها تعامل كقسمة يعني إيش بدك تسحب منه أقول لي أستاذ بدي أسحب 6X عادي حط 6X بره وقسم كل المعادلة على 6X طب هون بتصير في المقام عادي المهم إني بقدر أسحب بس هاي الفكرة هون إيش دك تسحب والله بدي أسحب مثلا X قوة 5 تخيل طب ما فيش X قوة 5 عادي اقسم عليها بتحط X قوة 5 بره تقسم هذا وهذا وهذا كل واحدة X قوة 5 فهمتوا علي؟ تستطيع سحب أي شيء عام المشترك بشرط أنك تقسم عليه وتزدته بره انتهى طب هذا ليش بفيدنا؟ إذا بتلاحظوا قاعد بسحب أشياء مش موجودة في المعادلة هذا بفيدنا نقدام في الطائل يعني عادة أكثر في التركات في التكامل بالفصل الثاني أنا بس عم بعطيك معلومات عشان أنت تكون بس إيش تكون عارف خلصنا سحب العام المشترك فباجع عند سحب العام المشترك وبقول إيش done finish طيب نيجي الآن لتحليل فرق مربعين يا جماعة الخير شي يعني فرق مربعين؟ بكل بساطة لو بدنا نحلل الاسم أنا وياكم لو بدي إيش أحلل الاسم فرق بين مربعين تعرف شو الموضوع يا جماعة بدي أحلل الاسم فرق شايفين كلمة فرق؟ كلمة فرق في الرياضيات معناها إيش إشارة الطرح إشارة الناقص بس هذا الفرق أو هاي الإشارة جاي بين مربعين هاي الإشارة جاي بين مربعين شي يعني بين مربعين؟ يعني بين شغلتين أو حدين حد بيجي هنا وحد بيجي هنا وبينهم إشارة الطرح هذا الحد يا صديقي هو عبارة عن مربع كامل كيف يعني مربع كامل؟ يعني إشي مضروب في نفسه يا بتلاقيه هذا متغير عليه تربيع أو عليه قوة زوجية يعني يعادة بيكون متغير عليه قوة زوجية ما هو مش شرط كمان تربيع ممكن قوة أربعة قوة ستة قوة ثمانية تمام؟ وهونا هنا طبعا مش شرط يكون هنا متغير ممكن يكون عدد عليه قوة أو ما عليه استنوا خليني بس أرتبها أكثر استنوا خليني أرتبها أكثر معلش هنا يا جماعة قلنا بيكون في عندي مربع كامل وهونا بيكون في عندي برضي أصحابي مربع كامل تمام؟ هنا وهونا تختلف عاد يعني هذا وهذا بيصبه في نفس المفهوم أنه المربع الكامل هذا إما متغير عليه قوة زوجية أو متغير ما عليه قوة يعني قوة واحد اللي ما عليه قوة مش مكتوبة يعني قوة واحد طب استاذ تقول واحد بقدر أفكت مربع كامل آه جذر الإشي في جذر الإشي استنوا شوي طيب بس أنا بأعطيك الحالات الأكثر وضوحة للعين فهمته عليه متغير عليه قوة ممكن يكون رقم عليه أو ما عليه قوة لأن الرقم سهل إنك تميز يعني عادي أجيب لك 2 تربيع طب ما 2 تربيع هي 4 طب أنا لما أشوف الأربع عارف إنها 2 تربيع ولا أنت مش طفل رضيع كمان يعني أنت فاهم فممكن يكون متغير عليه قوة ورقم عليه أو ما عليه قوة وممكن متغير يكون قوة واحد بس أنا شوف بقدر أعطيك جذر لأي شي أصبر عليه طيب كيف بدي أحلله أشهر الأمثل اللي إحنا منشوفه أنا ليش نروح لبعيد لما أجي أشوف X تربيع مثلا ناقص Y تربيع هاي إشي عليه تربيع وهاي إشي عليه تربيع وبينهم إيش وبينهم طرح إحنا جايين نحلل آلية التحليل واضحة وبسيطة جدا بدك تحط قوسين يا صاحبي القوس الأول بدك تحط هنا الأول بدون تربيع وهنا نفسه الأول بدون تربيع ليه؟ لأنه أنا لما أحكي X تربيع أنا قاعد بحكي عن X ضرب X ولما أحكي Y تربيع أنا قاعد عم بحكي عن Y ضرب Y فأنا برمي هون حبة X وبرمي هون حبة X والطرح هاي بيقول لك بتخط هون طرح أو هون جمع أو العكس هون جمع وهون طرح ما بتفرق طيب والY تربيع ما هي Y بY برمي هون حبة Y وبرمي هنا ايش حبة وي هذا الكلام راح نعممه على متغير عليه قوة مع ثابت متغير مع متغير حتشوف امثل كثير تمام بس انا جاي اعطيك اكثر الامثلة ايش مالها اكثر الامثلة شيعا لما اجي اطلع على اكس تربيع ناقص 16 اي اي وانا مولود امبارع الساد الاكس تربيع ناقص ال 16 طب ما هي عبارة عن 4 تربيع فهايها فرق مربعين ولا لا بتقولي اوه الساد هاي مربع هاي مربع وبينهم اشارة طرح طب كيف قاليه التحليله استان فخري قالنا برمي هون قوسين تمام القوس الاول الاكس تربيع هي عبارة عن اكس في اكس تمام وقالنا الاستان فخري مرة ناقص مرة زائد او العكس مرة زائد مرة ناقص انا مش مولود امبارع تمام والاربعة تربيع برمي هون حبة اربعة وهون حبة اربعة يعطيك العاب بس طيب اربعة او خليلي اياها شوي تعالي هون واحد على تسعة اكس تربيع ناقص واحد استاذ عادي يكون التربيع في المقام ان شاء الله كان في السجف انت بتتعامل معها زي ما اجدك يعني استاذ الواحد على تسعة اكس تربيع الواحد على تسعة اكس تربيع مش هي بالاصل يا صحابي واحد على ثلاثة اكس الكل عليه تربيع ناقص الواحد ما هي واحد تربيع الواحد لا يتأثر باي قوة بدك تعتبر واحد عليه مليون عادي فالفكرة بس انه هاي استاذ التسعة ما هي ثلاثة تربيع والاكس تربيع ما هي اكس باكس والواحد عادي فهاي استاذ بالاصل بالاصل هي عبارة عن واحد على ثلاث اكس بل استجد تربيع يعني 1 على 3 اكس في 1 على ثلاث اكس فبضر بلا واحد بلا واحد ثلاث اكس في ثلاث اكس تسعة اكس تربيع فلا اريد ان لهBriggs حلل لانه اتزحزح عن موقفه وبحطوا أون اوع طالد 1 على ثلاثة اكس وهنا واحد على ثلاثة اكس تمام وギل norms قالنا الاستاذ فخر مرة بتخط هنا سالب ومرة بتخط هنا موجب او العكس تمام والواحد تربيع او عيب ايب اكس تربيع تعالي احادي ركز فيها هنا بقول لك ممكن نلعب مع بعض انا وياك شوي او قبل هاي تعالي احادي اكس قوة 4 ناقص 16 استاذ انت قلت لنا عادي مش شرط تربيع ممكن قوة زوجية اه اكس قوة 4 طيب طب استاذ ما هي هاي اكس قوة 4 ناقص 16 هي ايش قوة 4 16 هي عبارة عن 4 تربيع كانت هون بس خليتها 4 تربيع لانه هون اكس تربيع طب هون اكس قوة 4 بدي خليها ايش قوة 4 اها طب شو اللي 16 قوة 2 ولا 2 قوة 4 16 طب بلاش التعقيد يا سيد طالب ثاني طالح شو بيعمل وقلي لا استاذ انا بدي اعتبرها هيك بدي اعتبرها طلعوا طالح طالح بدي اعتبرها الاكس قوة 4 ما هي اكس تربيع عليها تربيع ناقص 16 عادي استاذ 4 عليها تربيع حلو يعني قصدك ستاذة الاكس قوة 4 هي اكس تربيع في اكس تربيع اه اه عادي بس بدل ما ارمي هون اكس باكس راميت اكس واكس هنا برمي اكس تربيع في اكس تربيع طالح 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 هون برمي اكس تربيع و هون برمي اكس تربيع لانه هاي اكس قوة اربع اللي هي تربيع في تربيع و هون برمي ناقص و هون برمي زايد او العكس و 16 هون برمي اربع و هون برمي اربع طالح استاذ في معي مجال او اكس تربيع ناقص اربعة تقدر تتحلل نفسها يعني هاي هاي كمان بقدر احللها او استاذ هاي تحلل كمان مرة فبتصيري تفتحلها كمان قوسين طب هاي ولا يمكن تحلل هاي اكس تربيع زائد اربعة لا تحلل هلأ بحكي لكم ليه بسيط جدا الموضوع خلينا نكمل بس الـ X تربيع ناقص اربعة هي X بX عفوا لان هون صفت الـ X تربيع هي X بX فبرمي هون X وهون X ناقص اي ناقص هاي زائد الاربعة اثنين تربيع هاي اثنين وهاي اثنين فهاي ابسط صورة للمقدر اكثر من هيك ما في ايش ما في طبصير طب مين الشاطر اللي بدو يقول لي هاي هلا بحكي ليش ما في مجموع مربعين هاي لا تحلل لأنها مجموع مربعين تمام هلا بترجم لك ياه طب مين الشاطر اللي بقول لي ليش هاي اقل كي اقل ليش هاي كيف هاي تحلل شوف انا بدي عامل الاشي دايما اشي عليه تربيع واشي عليه تربيع وبينهم طرح او اشي عليه قوة زوجية عفوا او اشي عليه قوة زوجية يعني استاذ الاربعة طب ما انا بقدر اعمهي بالاصل اثنين عليه تربيع ناقص استاذ الثلاث ما مش مربع كامل يعني ما في عدد اضربه بنفسه يعطيني ثلاث فشو بعمل العدد اللي ما بتقدر تضربه بنفسه ويعطيك الرقم زي الاربعة اللي هي اثنين باثنين او ستاش εκ اربعة باربعة او تسعة ثلاثة بثلاث جذره يعني اليست الثلاث هي عبارة عن جذر الثلاثة في جذر الثلاث اه اليست الخمسة هي عبارة عن جذر الخمسة في جذر الخمسة فانت لا تنطبل اي عدد ما اعملو جذر بضرق باخذ جذره ضرب نفسه يعني جذر هذا العدد ضرب نفس جذر هذا العدد ليه؟ ما هو هذا لما ضرب بعضه بيطير الجذر بصير جذر الثلاثة الكل تربيع طار الجذر رجع الثلاثة فبس ولا تقلق ولا تحتاره استر ها فهي بتصير هيك هاي بالاصل هيك الاكس تربيع هي اكس باكس والثلاثة هي اصلا جذر الثلاثة اكس الكل عليه تربيع ارجع وزع التربيع هنا اربعة وهنا التربيع عجذر الثلاث برجع ثلاث تربيع الاكس رجع اكس تربيع فهي لما أبدأ أحللها يا أصحابي أحللها بهاي الطريقة بحط هنا 2 وهنا برمي 2 هنا ناقص وهنا زاعد أو العكس هنا خلص برمي جذر الثلاثة X وهنا برمي جذر الثلاثة X أوضوع easy way سهل 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 تمام؟ أوكي تمام يا أصحابي؟ أي شيء أي شيء ما يعني أي عدد أو أي متغير ما بقدر أعمله إشي ضرب نفسه جذر يعني لو إجيت قلت لك مثلا ما أنا راح أعطيكه واجب ما بدي أحرق عليه كل أفكار بس مش مشكلة لو إجيت كمان قلت لك هيك قلت لك والله اسمع X تربيع ناقص 6 يسام بتقوله الساب بسيطة هاي X تربيع X ب X أما الستة ما في عددين بدون جذر يعني عددين طبيعيين عاديات أضربهم بعض يعطوني الستة بس أنا بقدر أعمله هاي X عليها تربيع ناقص الستة ما هي عبارة عن جذر الستة في جذر الستة أول ما تسكر معك جذر في نفسه حلو معنات أستاذ هاي لما بدي حللها بحط هنا X بحط هنا X حلو والإشارة بحط هنا ناقص وبحط هنا زائد حلو طب جذر الستة عليها تربيع خلص برمي هون جذر الستة وبرمي هون جذر الستة حلو يعني لو إجتني اثنين ناقص X ما شاء الله لا لاثنين جاي من حاصل ضرب عدد في نفسه فبعطيها جذر ولا الإكس هاي الإكس قوة واحد يا جماعة فكيف بدي أخليها ها أستاذ متى هسا قلت لنا أي إشي مسكري بوجهك جذره في نفسه يعني يعني هسا قلت لنا الستة جذر الستة في جذر الستة ما لهات جذر عادي الخمسة جذر الخمسة في جذر الخمسة طب الإكس جذر الخمسة في جذر الخمسة ته طبط طبط أستاذ هاي بالأصل هي جذر الثنين عليه تربيع ناقص جذر الخمسة عليه تربيع بنت أرجع ربك جذر الثنين تربيع اثنين وجذر الخمسة تربيع فهايا جماعة فرق مربعين بس إيش خبيث شوي وأنا بقول لك أي إشيين بينهم طرح تقدر تحولهم لفرح مربعين حتى لو ما له جذر آه يعني استاذ هاي لما بدأ حللها عادي برمي هون جذر اثنين وهون جذر اثنين آه وبرمي هون مرة ناقص مرة زائد آه وبرمي هون مرة جذر الـ وبرمي هون مرة جذر الـ آه يعني الموضوع اللي اوصل لك يا صاحبي انه مش دايما بيجيك الاثنين آيديا الاثنين هو محاصة الضرب يعني هنا اكس باكس الـ آه هنا واحد على ثلاثة اكس تزنى واحد على ثلاثة اكس واحد بواحد هنا اكس تربيع باكس تربيع الـ بس هون اثنين بازنين جذر الثلاثة اكس في جذر الثلاثة إكس ليه لأنه الثلاثة ما لها الجذر فبعطيها أنا جذر الثلاثة ما ده ما أتعرف يعني مش شرط يكون عدد صحيح السلام طب هون إكس بإكس جذر الستة في جذر الستة لأنه ما لها الجذر تمتوا علي أوكي طب هون جذر الثلاثة بجذر الثلاثة جذر الإكس في جذر الإكس ما بتغلب طب هون نرجع لهاي أستاذ هاي لا تحلل مجموع مربعين يا جماعة الخير شايفين هاي لو بدي أعملها معاملة معادلة واجع حلها والله هنا هاي إذا حتى بتلاحظه كتبت لك تحليل فرق مربعين تحليل فرق ما كتبت مجموع وهسا جاي أكتب لك لا يوجد مجموع مربعين بس وين خليك دقيق بالله في عالم الأعداد الحقيقية في عالم الأعداد الحقيقية اللي هو الريال نمبرز يكبر مزولة بالرمز آر إحنا جماعة الخير لحد اليوم اللي اللي انتو فيه هذا بتحضروا فيها ستاتيس انت بس بتعرف عالم الأعداد الحقيقية أرقام عادية هل تعلم إنه فيه إشي جديد في عالم الأعداد اسمه الأعداد التخيلية وصار التخيلي والحقيقي تحت ما ظل اسمه الأعداد المراكلة بس ما بقدر أخوض أي شيء في هذا الكلام لأنه إذا بشرع لك يا هتدخل في حيط هتتعقد فلا لا لا مش وقته هنغموها بالوحدة التالف في مادة التوجيه بس الفكرة يا صحابي إنه في عالم الريال نمبرز الأعداد الحقيقي عادل أعداد اللي بنعرفها لا يوجد مجموعة مربعين لأنه هاي اكستر بيع زائد أربع لو بدعملها معاملة معاملة معادلة لو حلها اكستر بيع تصير سالب أربع طب كيف كيف أستاذ لا يوجد ما في إشي في الدنيا أنا بربعه بعطيني سالب تربيع جوابه موجب كيف هنا تربيعه والجواب سالب هذا إرور هذا في عالم الرياضيات الريال ما في هذا في عالم الامجينيري هذا إشي بعدين بعدين ناسا لا تفكر فيه لكن لغاية اللحظة هاي لا يوجد مجموعة مربعين ته وفي عالم الأعداد الحقيقيقي بالتحديد تمام تقولي تمام إذن هيك يا صحابي بتكون كمان تحليل عبارة فرق مربعين إيش done done خلصنا عبارة ثلاثية الحدود أوك عبارة ثلاثية الحدود يا أصدقائي عبارة ثلاثية الحدود موضوحها بسيط جدا إحنا أكثر شيء الأكثر شيوعا هي التربيعية لكن هذا لا يعني إنه ما في شراب العكس كيف يعني تيجي على صورة A X تربيع زائد B X زائد C تمام هذا اختران كثير حدود من الدرجة الثانية المعادلة التربيعية هذول يا صحابي هاي شوية معلومات أكتب عندك هنا أكتب عندك هنا شوية معلومات شايفين هذول A و B و C A و B و C هذول بيسموهم معاملات يعني الرقم اللي ملزق ب X تربيع هذا معامل X تربيع الرقم اللي ملزق ب X هذا معامل X الرقم الثابت لحاله هذا معامل X قوة 0 يعني هون X قوة 0 بس احنا قلنا أي إشي قوة 0 واحد فما بكتبه تمام أو بسموه الحد الثابت أو الحد المطلق هذا ما بيجي معاه Xات تمام وقل لك المعادلة التربيعية هاي شايفينها فيه إلها إشي اسمه المميز هذا في حل المعادلات هنورد هذا المميز يا جماعة ورمزونه بالرمز إيش مثلف زي هيك شو قانونه قانونه آسف بدون جذع أعضاك القانون العام قانونه بي تربيع ناقص أربعة A C مين بي تربيعه مين A المعاملات بي تربيع هذا الرقم اللي هنا عليه تربيع ناقص أربعة ضرب A ضرب C هذا المميز يا جماعة بيفيدنا بشغلة أنه هل هاي العبارة تحلل ولاها أصفار أو لا كيف ويقول لك بناء على إجابات المميز إذا المميز طلع موجب فلها هذا الحل جذران أو مرة بسمهم حلان يعني حلول مختلفان رقمين مختلفين أما إذا طلع المميز صفر يكون إلها جذران أو حلان يعني مكرران لكن وانتبه بعد لكن لو كان المميز سالب في عالم الأعداد الحقيقية لا تحلل في الريال نمبرز آر في عالم آر لا تحلل حظلني أقول آر لأنه إحنا هلأ أكبرنا وصلنا توجيه وداخلين على إشي جديد لقدام فمن هلأ بحط على مسمعك أشياء طيب طب أستاذ لنفترض أنه طلع معاي المميز موجب أو المميز يساوي صفر آه وقلت لي أنت بسواء هيك أو هيك في حلول في جذرين هون في جذرين هون في جذرين اللهم جذرين هون مختلفين هون متشابهين طب كيف أوجد الجذرين وقل لك حتوجد لإيجاد لإيجاد الجذور قدامك طريقين طريقة الأولى تحليل العبارة تحليل طبعا كل هذا الكلام يا جماعة على اعتبار أن المعادلة هون تساوي صفر لأنه دائما عشان تحل معادلة إحنا هنوقف حل المعادلات بس أنا عم بمهد لك حتى تعرف تحل معادلة اللازم يكون بتساوي طرف الثاني يساوي صفر تمام عشان توجد الحل أو الجذور تحليل وهذا التحليل له نوعين نوع يكون معامل الاكستربيع اللي هو الايه هذا يساوي واحد الايه هذا ممكن يكون واحد والنوع الثاني معامل اكستربيع لا يساوي واحد لا مش اكستربيع معامل اكستربيع اللي هو الايه لا يساوي واحد هاي إلها طريقة ثانية وهاي طريقة أولى هاي إلها طريقة يعني وهاي إلها طريقة اكتب معي اكتب معي طيب طيب أستاذ طيب إذا أنا ما زبط إيش معي التحليل كله 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 ما زبط كانت العبارة جد معقدة وفي هيك هفرجيكو يعني وقل لك نلجأ لإيش اسمه طوارئ طوارئ هي الحل باستخدام القانون العام قانون العام يا صحابي ذك تكون عارفه إكس الجذور تساوي سالب بي موجب سالب جذر المميز مميز هذا اللي هو جذر بي تربية نقصر بي سي على 2A سالب بي سالب هذا العدد و 2A اثنين ضرب هذا العدد و جذر المميز أنا أريد بكون حاسبه عشان عارف قصن يعني يعني افرث حسبه وطلع معي الجذر سالب خلص ما بحلش بس إذا طلع معي الجذر موجب أو جذر مميز آسف طلع معي مميز موجب أو مميز صفة لا بلجأ للقانون العام إذا سكرت بوجه الحياة إذا ما عرفت إيش أرجع للتحليل فهذا اللوح جدا مهم يعملوا له سكرين شوت و يفضل أنك تكتب معي ما تعمل ليه سكرين شوت بعدين تراكم على حالك فإحنا دائما يا أصحابي بنفكر دائما أول شيء نيجي نحلل لما نيجي نحلل قلتلك يابت تطلع معامل إكس يابت يكون واحد يابت يكون لا يساوي واحد هاي طريقة و هاي الطريقة الأسرأ و هاي طريقة ثاني طيب طيب و لو ما ضبطت بنلجأ لمن بنلجأ للطوارئ اللي هو القانون العام تعال نأخذ أمثلة بس قبل ما نأخذ أمثلة معلش ثواني ثواني بس طلعوا علي قبل ما نأخذ أمثلة بصراع عشان أكون أعطيت كل إشي في بالي هس يا جماعة مش شرط أنا قلتلكوا أكثر شيوعا إذا بتلاحظ شو كتبت لك هون الأكثر شيوعا هي التربيعية شوها تر بيعية بس هي كيف يعني طلع علي تربيعية إذا بتلاحظوا تربيع خطي ثابت القوة اللي هون نص القوة اللي هون ثابت طلعوا كيف يعني طلعوا طلع طلع خلينا بس أفهمكو إياها بشكل أحسن هاي عمود هاي عمودين هاي ثلاث عمدة تمام هس يا جماعة أكثر شيوعا إنه يجيني هون تربيع وفي الحد الثاني يجيني أقل نص هاي القوة وهون ايش ثابت تمام هون الحد الأول هون الحد الثاني أنا بحكي حسب الترتيب ممكن يكونهم خربطين بس أنت دايما تخلي الترتيب هيك هون الحد الثالث طب هل دايما تربيع لا ممكن يجيلك على الشكل العام كيف يعني يعني ممكن يجيلك هون قوة 4 حس هون تربيع هون قوة 1 نصى القوة هون نصف القوة عشان تقدر تفكر بالتحليق طب ممكن يجين هون قوة 4 إيش نصف القوة هون كله X تربيع طب هون ثابت طب هون لأ برضه ثابت حتشوف طب أستاذ ممكن يجيني إش ثاني طب افرض إجاني X قوة 6 عادة أستاذ هنا نصف القوة X تكعيم وهون ثابت طب أستاذ افرض إجاني X قوة 10 عادة أستاذ هاي X قوة 10 هون نصف القوة X قوة 5 هون برضو ثابت طيب أستاذ طالتنا طلاح الخباثة افرض إجاني X نص القوة شو نص الواحد X قوة نص يعني جذر X وهون برضو ثابت يس فهذا بشكل عام ليس شرطا أن يكون تربيعي خطي ثابت الفكرة أنه بدي أعمل علاقة بين القوة ونصها هون يا جماعة القوة ونصها افهم شو بحكي تربيع نص واحد هناك ثوابت كلها انسى ثوابت 4 نص اثنين 6 نص ثلاث 10 نص خمس X نص واحد نص نص 8 نص أربعة يعني ممكن يجينا عادة X قوة 8 4 ثابت فهذا بشكل عام فأنت لما تشوف تتعامل مع عبارة ذرافية الحدود عاملها على إيش عاملها على هذا الأساس يا صاحبي طيب تعالي الآن نطلع على هالأمثلة اللطيفة اطلع عليك لو أجيت قلتلك كيف بدي أحلل X تربيع ناقص 5X زائد 6 أقول لك بسيطة أستاذ باجي بتطلع أول شغلة على معامل X تربيع معامل X تربيع اللي هو إيه شو بيساوي أي واحد صح آه طريقة التحليل كالتالي على اعتبار إنها تحلل طبعا وتساوي صفر مثلا هون أساس أن يبدأ حل المعادلة إحنا لسا حنوقف حل المعادلة نحرج عيد هذا الكلام طيب شو بتعمل بيقول لك شايف القوة اللي هون آه بتقصها نصين يعني بترمي هون X تربيع بترمي هون X وبترمي هون X حل ركش وبحك بيقول لك هون شايف هاي الإشارة تنزل كما هي فبيجينا طالب ثاني بيقول لي أخ بيقول لي الأولى بتنزل والثانية بتنزل هون لا يسعد قلبك ما تتفلطحش الإشارة الأولى تنزل كما هي لكن الإشارة الثانية هي حاصل ضرب الإشارة الأولى بالثانية بضرب السالب في الموجب شو النافج سالب هاي أول نقطة اكتب عندك برمي X هون وبرمي X هون تعال تعال على اعتبار أنها يعني معادلة تربعية برمي هون X وبرمي هون X هون أبدأ عبي إشارة صح وهون بدي أعبي إشارة صح بتقول لي آه هون بعبي الإشارة الأولى كما هي طيب هون طيب هون حاصل ها ضرب أو ناتج ناتج ضرب ناتج ضرب الإشارة الأولى بالإشارة الثانية طيب هون شايفين الدائرتين هذول يا صحابي آه بسأل حالي سؤال طيب طيب شو العددين اللي ضربهم كذا وحاصل وحاصل جمعهم كذا كيف يعني نعيد هون X هون X يعني هون نصف تبع القوة الزوجية وهون نصف الثانية الإشارة الأولى بالمعادلة كما هي الإشارة الثانية بضرب الأولى بالثانية وبشوف الجواب وبرميها طيب هون وقل لك بسأل حالي سؤال شو العددين تعال شو العددين اللي حاصل ضربهم ستة ومجموعهم سالب خمسة ستة مين الحد الثابت الأخير آه يعني قصر لما بدي أكتب هون بكتب حاصل ضربهم الحد الثابت الأخير مية بالمية وجمعهم إذا لاحظتوا مين معامل الحد الأوسط شو قلت أنا قبل شوي شو قلت قبل شوي شو قلت قبل شوي قلت ضربهم ستة مجموعة مسالب خمسة الستة هي الحد الثابت والسالب خمسة هي معامل الحد الأوسط أو الحد الأوسط يعني كرقم أنا بحك أوك أها معناته مين هم لابس على الحال الستة شو هي الستة ممكن تكون ستة ضرب واحد أو ثلاثة ضرب اثنين فبتجرب تعخن جرب الستة والواحد جرب سالب ستة في سالب واحد انتبه إلى الإشارة موجب ستة طب سالب ستة زائد سالب واحد كم سالب سبعة لا ما ضبط امسح أنا تبدأ جرب الثاني ثلاثة واثنين هاي ثلاثة وهي اثنين يلا سالب ثلاثة ضرب سالب اثنين موجب ستة طب سالب ثلاثة زائد سالب اثنين سالب خمسة اثن دا يا السلام والله العظيم شرح زي هيك والله شرح بحب شرح بحب والله يا جماعة اوكي طبعا هاي الحصة عم تتصور بالليل بالليل انا بحب دايما اجيب معاي هيك عصائري واشيائي وكذا لانه بكون الوضع رايب ويقول واحده يمخمخ يعني بيجيبها الصيرة لحبة تفاحة انت اذا بتحضر الصبح انت حور مش مهم طيب كمان واحد اصلا شو قصة معامل اكس هل معامل اكس عفوا معامل اكس تربيع واحد لا طب فيه نقطة هل تستطيع جعله واحد يعني لو بدك ترجع هون معامل اكس تربيع لا يساوي واحد قبل ما ألجأ للطريقة اثنين جرب تخلي واحد بالله كيف أستاذ ارجع هون استاذ الثلاثة شو بقدر اسحبها عامل مشترك ما هلأ اخذنا نعمل مشترك اه هاي ثلاثة هاي ثلاثة برا شو بيظل جوه خلص اقسم ثلاثة اكس تربيع بيظل اكس هون تربيع زائد طمنطعش ع ثلاثة ستة اكس اربع وعشرين ع ثلاثة ثمانية حل هي اصبح معامل اكس تربيع واحد اذا نفس الطريقة اللي فوق شو باجي بعمل بفتح قوسين يلا والثلاثة هاي ولا اليك فيها زتها برة خليها برة قاعدة شو بدك فيها يلا اكس تربيع برمي هنا نص القوة اكس وهنا نص القوة اكس بعدين الاشارة الاولى برمي هنا الاشارة الاولى بعدين بضرب الاولى بالثانية موجب في موجب موجب بعدين عددين حاصل ضربهم موجب ثمانية ومجموعهم موجب ستة فباجي على اخر حد اللي هو الثمانية شو بقول بقول استاذ الثمانية هي عبارة عن ثمانية ضرب واحد او اربع ضرب اثنين جرب جرب الثمانية في واحد هاي ثمانية وهي واحد يلا ثمانية ضرب واحد ثمانية ثمانية زائد واحد تسعة لا غلق هون هون ثمانية زائد واحد تسعة مش ستة طب جرب الاربعة واثنين هاي اربعة وهي اثنين اربعة زائد اثنين ستة اربعة ضرب اثنين ثمانية اذا ندن يا سلام طيب طب هاي معادلة بس القوة مش تربيع تربيعه نصة قوة اربعة ونصة اذا متلاحظوا على الشكل العام بشكل ع هاي قوة اربعة هاي القوة ونصة تربيع نفس الاشي بس تعرف شو بعمل يا اصحابي اه استاذ برمي نص القوة يعني طلع طلع هاي معاملها واحد بدل مرمي اكس باكس لانها كانت اكس تربيع برمي نصة اكس تربيع اكس تربيع هون الفكرة ونقب اكمل نفس ما بديت يعني هون الاشارة الاولى بتنزل طب هون بضرب الاولى بالثانية سالب في سالب موجب يلا شو العددين اللي حاصل بربهم واحد ما اقول انا ناقيلها غلط هاي ممكن انا ناقيلها غلط خلينا تأكد ماشي سيبوكوا منها ها بلاش اكون ايش ناقيلها غلط واي هيك قبل ما اتحقق والله بلاش اكون ناقيلها غلط ونجيب العيد انا ناقلتم عن التليفون طيب واذا عليها تعدين عندي لاخليها الاب نشوف طيب استنوا بالله اجيب التليفون استنوا اه والله والله ناقيلها غلط والله ناقيلها غلط سبحان الله اخر رقم مش واحد هاي ثلاثة اكس قوة اربعة عندكم بدوسية التأسيس زابطة بس هي مش غلط انا ناقيلها غلط بس هي صح في الدوسية زائد اربعة انا حاط زائد واحد ولا ناخس واحد كنا اوكي يلا حبايد نفس ما علمتكم شو بعمل بقول استاب لما كانت اكس تربيع اكس تربيع رميت اكس ب اكس طب لما تكون اكس قوة اربعة برمي نص القوة اكس ب اكس بعدين الاشارة الاولى بتنزل كما هي بعدين بضرب الاولى بالثاني سالب في موجب سالب هنا اكس تربيع اسف اكس تربيع طيب عددين عددين ضربهم موجب اربعة ومجموعة مسالب خمسة بعجي بسأل حالي بقولي الاربعة شو هي هي يا اربعة ضرب واحد يا اثنين ضرب اثنين طيب خنجرب الاربعة بواحد بحط هنا اربعة وبحط هنا واحد يلا سالب اربعة في سالب واحد موجب اربعة سالب اربعة زائد سالب واحد سالب خمسة اذا صح في مجال تحلل لاحظ شو طلع معاي فرق مربعي في مجال تحلل حلل اقصر في مجال X تربيع ناقص 4 تحلل X ناقص 2 X و X ناقص و زائد 4 2 ب 2 X تربيع ناقص 1 نفس الاشي تحلل X X ناقص زائد 1 يا السلام والله فيه تقدم خطير عجبيني تمام إذا نعرفنا يا صحابي لما يكون معامل X 1 وتكون القوة X تربيع و نصها كيف نتعامل في حالة معامل X 1 طب ماذا لو كان معامل X تربيع مش واحد لو كانت يا صحابي معامل X تربيع مش واحد ليس واحد استنى ولا يمكن جعله واحد يعني قبل شوي كان مش واحد زي هون طلعوا زي هون هو ما كان واحد بس أنا قدرت أعمل واحد من خلال ساحب عامل مشترك طب افرض ما كان واحد و ما قدرت أعمل واحد زي مثلاً ممثال 4 ما بقدر أسحب إيش عامل مشترك و انا ما بقدر أسحب إيش عامل ولا هون مهم شو أعمل يا خلينا ننفذ طلع شو بأعمل أول طريقة وهي الطريقة المحببة لقلب الطلاب 5X تربيع ناقص 4X ناقص واحد خلينا أحلها هون هاي هاي عندك 5X تربيع ناقص 4X ناقص واحد و نعتبر إنه يساوي صفر عساس بدي أطلع الجذور طلع لهم أول طريقة وهي المحببة يعني بعد الاستفتاء وبعد يعني بصراحة الخبرة المتواضعة لقيت طلاب ارتاحوا لهاي الطريقة إنه بتمسك المعامل اللي هون وبتضربه بالرقم اللي هون يعني بتنجله يعني هاي ببطل الخمسة هون بتصير الـ X تربيع لحالها ناقص الأربعة X بتجيب الخمسة زي ما هون يعني ناقص الواحد بتضربها بمين؟ بالخمسة يساوي صفر فصفة عندك X تربيع ناقص 4X ناقص 5 يساوي صفر بعدين حلل طبيعي بعد هيك حلل طبيعي يعني هاي الخطوة الأولى نقل اثنين حلل طبيعي زي ما علمتك كيف؟ افتح قوسين ورمي X تربيع نصها X بX إشارة الأولى تنزل بعدين بضرب الأولى بثاني سالب في سالب موجب بعدين عادة عددين ضربهم سالب خمسة ومجموعهم سالب أربع مين هم؟ سالب خمسة والواحد الخمسة في الشغل خمسة بواحد سالب خمسة زائد واحد سالب أربع سالب خمسة في موجب واحد كم؟ سالب خمسة وقول لك ثلاثة اقسم لما تخلص خلص التحليل اقسم على اللي على اللي ضربت فيه ثم قرر يا سلام اقسم ثم قرر كيف يعني أستاذ؟ ظل ثلاثة انت بمين ضربت؟ بالخمسة صح؟ هاي عندك اكس ناقص خمسة وقول لك شفت الرقم هذا تقسم على الرقم اللي ضربت فيه يعني بتمسك الرقم اللي هون انت بمين ضربت بخمسة فبتقسم هون على خمسة وهون كانت اكس زائد واحد تقسم على خمسة تقسم على الرقم اللي ضربت فيه ثم قرر كيف يعني قرر؟ بقول لك اذا كانت طالع طالع اذا زبطت القسمة معناته تمام خلص جود وقف يعني هون خمسة خمسة واحد زبطت بتصير اكس ناقص واحد طيب اذا ما زبطت القسمة اذا ما زبطت القسمة اذا ما زبطت يا صحابي بقول لك اجعلها معامل اكس مين هي مين هو الرقم اللي ضربت عليه اللي قسمت عليه شفت الرقم اللي قسمت عليه واحد على خمسة بتقبل قسمة لا بقول لك اعطيها معامل لأكس جيبها هون فبتصير خمسة بجيب الخمسة بضربها بأكس وبخليها هضا واحد خلص هاي جمع عيدة بشكل سريع اذا في رقم جنب الأكس تربيع بنقله عن الجهة بنقله عندي الثابت وبضربه فيه وبحلل طبيعي وبس اخلص تحليل بقسم على نفس الرقم الرقمين اللي هون بقسمهم على نفس الرقم اللي ضربت فيه لحد الأخير اللي كان معامل لأكس تربيع اذا قبل القسمة خلص يعطيك الآفة وذا ما قبل القسمة بجيبه معامل لأكس انتهى هاي الطريقة الأولى الطريقة الثانية عادلة واحد بيجي بيخمن كيف يعني بيجي بيقول لك اسمع هذا الخمسة اكس تربيع طب ما هي عبارة عن خمسة اكس في اكس صح؟ اضرب خمسة اكس في اكس خمسة اكس تربيع فبيجي بحط هنا خمسة اكس وبحط هنا اكس تمام ونفس الإشي بيجي بحط هنا السالب بعدين بضرب السالب في السالب موجب تمام بيجي بيجرب بيجرب بحط الواحد هي فيش غير واحد في واحد بحط هنا الواحد وهنا الواحد شو بيعمل ويقول لك لازم يكون في هاي الحالة ناتي الضرب القريبين والبعيدين ناتي تجمعهم يعني سالب واحد في اكس سالب اكس وخمسة اكس في واحد خمسة اكس لازم تجمعهم هذول اثنين يعطيك اللي بالنص سالب اكس زائد خمسة اكس يساوي كم موجب أربع اكس غلط هو لازم يطلع سالب أربع اكس ما زبط بتبلش يتعدل كيف أول خيار بتحطه في بالغ إنك تبدل إشارات يعني هون الموجب يصير هون والسالب يصير هون يصير هاظه موجب وهاظه سالب وبترجع بتجرب ها ها تعال طلع بترجع حسن هون اضرب القريبين واحد في اكس اكس اضرب البعيدين خمسة اكس في سالب واحد سالب خمسة اكس ايه سالب خمسة اكس اجمع اكس ناقص خمسة اكس جواب سالب أربع اكس إينا نصح هاي التحليلة صحيino خمسة اكس زاعد واحد اكس ناقص واحد فعنا ن storyline informação يطلع معنا هاي هاي خمسة اكس زاعد واحد اكس ناقص واحد مبسوط؟ ا Legal طيب طلع لهون طلع لهون وين راح تعال خلنجرب هذا 2x تربيع ناقض 3x زائد 1 يلا تعال ننقله على لوح ثاني 2x تربيع استنوا خلينا نحلله بالطريقة خل مرة من نبلش العكس بالطريقة التحليل التحايلية يعني 2x تربيع ما هي 2x في x بعدين السالب بنزل بعدين سالب في موجب سالب الواحد فيش غير واحد في واحد يلا جرب القريبين والبعيدين تيجي بتقول سالب واحد في x سالب x 2x في سالب واحد سالب 2x اجمع سالب 2x سالب 3x إذن تحليلي صح هيزبطة بسرعة طالب بتدوش طالب دو يحل على الطريقة الثانية اللي هي يمسك 2 وينقلها وين عند الواحد تعال 2x تربيع ناقض 3x زائد 1 2x تربيع ناقص 3x ناقص واحد شو قال؟ قالوا استاذ بدي أمسك 2 أضربها بالواحد فبتصير x تربيع ناقص 3x ناقص واحد ضرب 2 بتصير 2 هاي أول خطوة بعدين قلنا بنحلل طبيعي هاي بنحلل طبيعي هاي x ناقص هاي x ناقص في ناقص موجب يلا 2 هي عبارة عن 2 في واحد لا محالة ناقص 2 وزائد واحد صح؟ ولا أنا ناقل غلط ولا أنا ناقل غلط ها زائد واحد زائد واحد ها ناقل غلط معناته هاي بتصير ناقص لأنه ناقص بتنزل ناقص في موجب ناقص آه يلا خلصت صح؟ ناقص 2 في ناقص واحد لا آسف آه آه ناقص 2 في ناقص واحد دقيقة يا جماعة دقيقة هاي موجب صح؟ آه ناقص 2 في ناقص واحد موجب 2 ناقص 2 ناقص ناقص واحد ناقص 3 تمام طيب خلصت آه اقسم على الرقم اللي ضربت في انت مين ضربت؟ بثنين فبقسم هون عثنين وبقسم هون عثنين اذا ضبطت معاك القسمة تمام؟ اذا ما ضبطت اجعلها معامل اكس يلا هون هاي اكس ناقص 2 على 2 واحد ضبطت اذا تمام طب هون واحد عثنين بتقبل لا اذا نجيب 2 حطها معامل لأكس ايه 2 اكس وخلي الواحد نفس ما طلع معي اوكي طيب لنفترض الآن يا صحابي اخر حالة قلتلكو اذا بتلاحظوا هيك حلينا هينيرجع للمخطة اتبعنا حلينا لما يكون معامل اكس واحد بالطريقة عادية عددين اشارة الاولى حاصل ضرب الاولى بالثانية بعدين عددين ضربهم كذا ومجموعهم كذا واذا ما كان واحد جربنا نخليه واحد وارجعنا نحلل طبيعي واذا ما كان واحد وما يعرفنا نخليه واحد يحللنا بالطريقة اثنين اللي هم طريقتين يا اما بجعل معامل اكس تربيه بنقله على الحد الثابت بضربه بس اخلص بقسم واللي بيقبل القسمة تمام واللي ما بيقبل القسمة بجعله معامل لأكس يا اما عادي بالتحايل بحيث انه اوصل القريبين والبعيدين جمعهم يعطيني الحد اللي بننص طيب لو سكرت معاك لا التحليل كله بهاي الطرق ما زبط على السريع بنرجع لا ايش لا تطور زي مثلا هاي المعاك هاي المعاك ثلاثة اكس تربيه زائد ستتاش اكس ناخد ستناش هاي لو تجرب فيها ما رح تزبط معك يعني خلص انا عاملها وكتب لك جنبها اصلا قانون عام ولا تعالوا خلينا نجرب استنوا شوي خلينا نجرب ثلاثة اكس تربيه شو ورانا شو ورانا هاي ثلاثة اكس تربيه كانت زائد ستتاش اكس ناقص اتناعش زائد ستتاش اكس ناقص اتناعش هاي طيب حلو خلينا نجرب بالله ننقل الثلاثة على الجهة الثانية بعد اذنكم يعني امسك ثلاثة اضربها باثناش فبتصير هاي اكس تربيه نقلتها زائد ستاش اكس ناقص اتناعش في ثلاثة ستة وثلاثين اتوقع ما حتزبط معك حلل هاي اكس وهي اكس هاي زائد الشارة الاولى بعدين زائد ثلاثة زائد الستة وثلاثين هي تسعة في اربعة ستة وثلاثين في واحد ماش في ثلاث خنجرب بالله ماش في ثلاث ما ما حتزبط هاي اتناعش ما فش ما حتزبط معك صح طيب هسه شو بعمل سكرت معي بلجأ للقانون العام بلجأ للقانون العام قانون العام شو قلت اول اشي بتيجي بتحسب المميز هل هي بتتحلل ولا انا مفره الطاقة على الفاضي يعني قاعد بصرف طاقة وكذا على الفاضي باجرب المميز باجي بحسب المميز المميز قلنا هو با تربيع ناقص اربعة اي سي ويساوي يلا بي تربيع 16 تربيع معلش معاني قالي حاسبة ناقص اربعة ضرب ا اللي هي ثلاث ضرب س اللي هي سالب اطناعش المميز موجب بمعلم لانه سالب في سالب موجب فصفة يدي السطاعش تربيعات الالحاسبة بس بدي عرف كم السطاعش تربيع والله ناسيها بجز هذيك اطناعش تربيع مية وعبار ريز بجز هاي ميتين وستطا والله معاني 16 ضرب 16 ميتين وستة وخمسين اه ميتين وستة وخمسين ناخص وناقص موجب اربعة ضرب ثلاث و dovento اطناعش في اطناعش مية واربعة واربعين ميتين وستة وخمسين زائد مية واربعة واربعين اربعمية اذا المميز موجب المميز موجب اذا تحلل عشان ما بأول ما تسكر بوجهك القانون العام فبتقوله اذا الجذر اكس او الجذور تساوي سالب B 16 إذن سالب 16 موجب سالب جذر المميز كم المميز 400 هذه 400 على 2 ضرب A قديش A 3 فعندك سالب 16 موجب سالب جذر الـ 400 20 على 2 ضرب 3 6 فبتطلع X تساوي طلع عندك حالتين مرة موجب مرة سالب يعني عندك يا صاحبي طلع مرة سالب 16 زائد 20 على 6 ومرة سالب 16 ناقص 20 على 6 فبتطلع يساوي سالب 16 زائد 20 4 على 6 4 على 6 يعني 2 على 3 يعني بالأصل X تساوي 2 على 3 هاي أول جذر يعني هي بالأصل هيك 3X ماقص 2 حلو والله على فكرة بتزبط على بس بس بحطول انت 12 مهي 3 بأربعة و 6 بأثنين هلا بفرجيكو كيف وسالب 16 سالب 20 سالب 36 على 6 صح؟ آه 6 سالب 6 سالب 6 فهاي بالأصل X زائد 6 فعلا يا جماعة فكرة منقدر لا لا منقدر بس طويلة بس هاتخمن لا لا منقدر منقدر أستاذ طلع 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 ارجع بلا ارجع معلش ارجع بس أنا دائما بعطيك طرق الأسرة يعني اللي هي خلص ما تقعدش تفكر كثير لأنه 12 4 ب3 و 12 بواحد و 6 ب2 وهي 3X وفي قلبة إشارات يوه ليخة طلع 3X تربيه هاي 3X و X إشارة الأولى هاي موجب والثانية موجب في سالب سالب طيب بعدين الـ 12 اللي زبط معانا 6 ب2 واحد حطي اللي 4 ب3 واحد حطي اللي 13 بواحد بعدين بعدي بدل إشارات بعدين خطر عباله 6 في 2 هاي 2 وهي 6 يلا 2 في X 2X سالب 6 في 3 سالب 18X اجمع 2X ناخص 18X سالب 16X لا إذن بعكس إشارات على السريع بعكس إشارات هاي بتصير سالب وهاي بتصير موجب هيك بتصير فظبت يلا سالب 2X ثلاثة بX موجب 18 موجب 18 ناخص 2X موجب 16 إذن حل 100% X زائد 6 و 3X ناخص 2 لكن التخمين والتوقع والتفكير حيطول معاك فلما تسكر بوجهك على القانون العام ومنه منه يا سيد اعتبرها طريقة ثالثة يعني اعتبرني اني بس علمتك كيف تطبق عليه ممكن معادلة وكما احتشته انت بالمرة وحليتها بسرعة بس اعتبر اني أنا علمتك بس عليه للزمني تمام حبايبي هيك بنكون إذا بتلاحظوا خلصنا كمان شو عبارة ثلاثية الحدود الآن شو بدي منك أو إيش الحصة الجاي إن شاء الله حبايبي الحصة الجاي رح ندخل على تحليل فرق مجموعة مكعبين ودرجات عليا اللي هي ثالثة فما فوق تمام حبايبي هلأ بس بدي أعطيكو الواجب على هاي المواضيع تحلوها وتضبط أموركو لأنه هاي تحليل فرق ومجموعة مكعبين فيها فرق وفيها مجموعة ودرجات عليا ثالثة فأكثر رح أعلمكو شغلتين رح أعلمكو قسمة طويلة ورح أعلمكو قسمة تركيبية تمام فإن شاء الله إلا خذتو اليوم تكونوا استفدتوا منه تمام هذول الثلاثة هلأ رح أعطيكو واجب زي كالعادي بتحل هذا الواجب هلأ لا بفاهمكو تمام خلينا أكتب لكم الواجب طيب حبابي أعطيكو ألف عافية وصلنا للفقرة الأخيرة وهي فقرة الواجب أول شي حطيطيلكو أمثلة ركزت فيها على شغلات معينة بدي تبو فيها بعدين بقويكو بأشياء ثانية حسب الخطة اللي أنا ماشيها في بالي فابدي تعمل سكرين شوت للواجب الأول اللي هو سحب العامل المشترك تمام طبعا بس تعمل سكرين شوت وتحل هاي الواجب الأول أعمله سكرين شوت وهي الواجب الثاني اللي هو على الفرق بين مربعين برضو أعمله سكرين شوت هلأ بقول لكم شو تعمله تمام وهي الواجب الثالث اللي هو على تحليل عبارة تربيعي وكل الأسئلة هاي ركزت فيها إنه يكون معامل إكس تربيع واحد رأعطيكو إن شاء الله بعدين أسئلة على اللي هو موضوع إنه ما يكون المعامل واحد وسألأ بدي ركز على إنه ما إنه يكون واحد لأنه نحتاجها شوي زيادة في الأمور اللي في بالي بعدين إن شاء الله رأعطيكو على حبايب شايفين هاي الواجبات الثلاثة بتقول لي آه هيوصلك حتحلة وتبعث لي على رقم الواتساب اللي حطيته في أول حص التأسيس وبتلاقي كل أصلا وسائل تواصل خاصة فيه موجودة في صندوق الوصف بتقدر تبعث لما تبعث حل الواجب بوصلك الحلول فإنت بتقارن حلك بالحلول اللي وسطتك إذا كلها تمام يعطيك العافي إنت تمام إذا مش كلها تمام تحاول تعرف وين الغلط وليش غلط فيه وبتزبطه تمام إذا ما عرفت إنت ما فيمت غلطك ونفسك تفهمه اتواصل معي أكيد أنا حفهمك يعني إليك تطلع راضي وفاعم كل إشي تمام بعدين مننتقل للحصة الثانية طبعا بعيد وبيذكر حبايبي للضرورة القصوة عشانك مش عشاني تلخيص الحصص وينزل على جروب موقع وتد أي شخص وأفضل شخص بلخص بخط مرتب بلخص بطريقة مرتبة بطريقة مفهومة لأنه ممكن غيرك يستفيد من تلخيصك عشان تكون أنت بالصورة فإذا بتلخص كويس وبتنزل وأمورك تمام والتلخيص مرتب ومقسم وحياة والأمور طيبة وكل شي تمام قلتلك أنت بتدخل معانا على سحب أني أربحك بطاقة ودوسية يعني الفصل الأول كامل مجانا عند الأستاذ فخري جرّب يمام حبايبي إيك إن شاء الله بيكون أنا هنا حصة تأسيس رقم اثنين إن شاء الله بشوفكم في حصة جديدة في حصة تأسيس رقم ثلاث في الموعد اللي متفقين عليه الله يعطيكم ألف عافية وحبكم جدا وتعالوا صحيح أنه ياخد سكرينشوت هذا اللي هو بعت في الحصة وين أكثر لوح خربشنا عليه هذا بلون هيك أحلى ما يلا سكرينشوت بتنزلها على قروب بتبعتلي إياها وحركات يعني على طلاب بعملين قلق يلا يشبتكم كمان حس علي مايكل جاكسون يلا تمنى أنك تكون أخد سكرينشوت نزلها على قروب وتد مع حصص التلخيص ويك أنا أدوها إليك عشان عشان بشو شو الله يعطيكم ألف عافية بحبكم جدا بشوفكم إن شاء الله في حصة التأسيس القادمة سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة